الطماطم عشان يكون الساق قوي وغليز وسميك وكمان نبتة مفيهاش سروالة وكمان نبتة قوية تعيش عمر كبير وكمان تديك غزارة في الانتاج وكسافة في التزهير هنعمل حاجة واحدة بس لو هاك شايف كده النبتة الموجودة عندنا الساق رفيعة جدا وطويلة وفيها شبه السروالة لكن احنا هنعمل حاجة معينة الجزء الموجود عندك تحت ده تحت اول ورقتين هيبلي معاملة خاصة كده بطريقة معينة هنعملها سواء في الفيديو هاديك نبتة قوية تعيش معك اطفال وقت ممكن وفي نفس الوقت اديك اكبر قدرة ممكن من الثمار بطريقة بسيطة جدا والطريقة دي عملتها في النبتة اللي قدام حضرتك دي والحمد لله نجحت وممتازة جدا ومدياني نبتة قوية زي ما حدك شايف كده النبتة دي النبتة دي الساق بتاعها من بدءا من الجزور غليز وسميك عند اول ورقتين حقيقتين للطماطي انا بنبش دلوقتي عن الجزور الموجودة في ساق النبات ساق النبات انا ميلتي بس النبتة بتاعتنا وده فانته في التراب اصبح عندك جزور زي ما حدك شايف كده الجزور دي خلت الساق بعد الجزور الجديدة بقى غليز وسميك وفي نفس الوقت نبات قوي جدا لو نلاحظ السمك بتاع الساق هنا غير هنا السمك هنا قبل الجزور الجديدة رفيع والسمك بعد الجزور الجديدة سميك وغليز وده ان ده اللي يدل على ان النبتة هتبقى قوية هتعيش معاك وهتديك غزرة في الانتاج عشان كده التركية البسيطة اللي انا بتكلم عنها اللي كلما زاد عدد الجزور او عدد او كمية او طول الساق المدفون في التربة للطماطم هتديك كسافة في الاستمار والازهار بطريقة جميلة جدا هجيب النبتة تميلها معاك كده بسيطة صورة بسيطة جدا نبراها عشان ما تتكسرش هي النبتة بتيبقى لاجنة ننيمها في التراب كده ونغطيها بشوية تربة وخلاص على كده البناء الضوية هيخلي نبتة تتعدل تاني وتبدأ تقوى وهتديك نبتة ممتازة جدا تحصل منها على السمار كتير جدا حابب افكر حضرتك لو مش مشترك تشترك في القناة والفعل زر الجرس عشان وصلك جديد اول باول تمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته